اشتركوا في القناة تدفعنا بدورة لنحكي عن حراسها الوطن اخترنا عنوان الالتزام العسكري وحرية التعبير تنتعرف عن كثب على ايادهي الانضف والاشرف مش لانه اصحابه بحطوا عطر غالي الثمن ولا بيتزينوا بربطات عنق مربوطة باياد خارجية بطرفها الاخر انما لانه مجبولة بتراب الارز مسقي بدم التضحية حلقتنا اليوم مش بس بتحكي عن ابن الوطن انما بتحكي عن اشرف صورة للوطن بتحكي عن مسيرة وانجيل ضباط لبنان ممثلا بضيفنا اللي سوا منستقبله اهلا وسهلا فيك حضرة العميد فارس يوسف الخوي بداية اليوم اخترنا موضوع الالتزام العسكري وحرية التعبير ولكن قبل رح نشوف مع المشاهدين ريبورتاج صغير حضرنا عن حضرتك ومنرجع من تابع الحلقة اذا مشاهدين ريبورتاج عن العميد خوري ومنرجع من تابع الحلقة اشتركوا في القناة من طالب ابتدائي في معهد السان جورج في جبال لطالب ثانوي في المركز التربوي في بيروت حتى العميد المغوار فارس يوسف الخوري مسار حياته الذي حمل في كل اشكاله الانسان فمن طالب حقوق وطالب اداب في الجامعة اللبنانية ومن موظف في القطاعين اختار المسار الاصعب في التعبير عن حبه الراسخ لبلده متوجها الى مدرسة الوطن حيث التحق عام 1980 بالمدرسة الحربية التي بقي فيها مدة ثلاث سنوات وحده من بين 250 ملازم متخرج اختير عام 1983 في فوج مكافحة الارهاب والتجسس لتقع القرعة عليه بعد سنة ايضا لتأسيس مجموعة القوة الضاربة في الجيش اللبناني بالتعاون مع ضباط امريكيين اتوا خصيصا لذلك ومن فوج المكافحة للخدمة في وحدة القوة الضاربة قام من العام 1990 ولغاية 2010 بخدمة فوج التدخل الاول وشارك في تأسيس فوج التدخل الثالث بقيادة المقدم الركن فرانسوال حاج آنذاك كما خدم في فوج المغاوير وفي معسكر خدمة العلم في المركز العالي للرياضة كمساعد لقائد المركز وعينا قائدا لمدرسة التزلج وخدم في فوج المجوقل لفترة طويلة وفي اللواء العاشر في عمليات قيادة الجيش في وزارة الدفاع في اللواء الثامن وفي معهد التعليم في بعلبك وبين عامي 1996 و1999 درب في مدرسة المغاوير وقد خاض خلال هذه الأعوام أي من عام 1983 ولغاية 2004 11 دورة تميز فيها بحيث تراوحت مرتبته بين الأولى والثانية ومن العام 1999 ولغاية 2005 انتدبه الجيش اللبناني للمشاركة في بعثات عدة كان أبرزها إلى مصر أستراليا فنلندا كرواتيا والناروج والتي اختلفت مواضيعها بين مؤتمر حول السلاح النووي في الشرق الأوسط وأخرى ترأس فيها بعثات رياضية للجيش حائز على تسعة أوسمة إضافة لتنويه من قائد الجيش ورئيس المجلس العسكري لثماني مرات و36 تهنئة تراوحت بين قائد الجيش نائب رئيس الأركان للعمليات قائد معسكر قائد لواء قائد فوج وقائد مدرسة المغاوير في القوات الخاصة أما أوسمة الشرف والتضحية والوفاء فقد تقلدها من أرض الوطن يوم شارك على أرضه ودفاعا عنه في كافة الحروب التي خاضها الجيش ضد العدو والميليشيات المحلية كان آخرها ضد عصابات نهر البارد إلى جانب اللواء الركن الشهيد فرانسوال حج نرجع منكرر ترحيبنا فيك حضرة العميد بنور الشباب وبها الحلقة مرسي لنا شرف نكون بيناتكم شكرا بالرابورتاج ذكرنا أنه حضرتك خضت الحقوق والأدب ورجعت من بعدها اخترت أنك تكون لمسيرة عسكرية خبرنا شو الدافع كان ورا هالموضوع الحقوق والأدب ما كانوا الهدف الأساسي صراحة أنا من يعني من أنا وصغير بحب الجيش عطول الأفق طبعي أنه كنت كون ضابط بالجيش وهذا اللي صار نطارت يعني عملت بلشت حقوق صرت بنص المرحلة عملت أدب عربي بآخر المرحلة والحقيقة أنا قدمت على الحربية مرتين يعني تاني مرة لأظبطت معي والحمد الله يعني هذه قنعتة ما كانوا هيك تمهيد للدخول على الحربية لا ما قالوا نعليق ببعضهم كحقوق مثلا حقوق أكيد يعني يعني بالأخير اتنية أكيد بالخدمة العسكرية يعني مدة الحقوق كتير مهمة لنقدر نعطي كل صاحب حقه يعني طبعا اليوم بنسمع أكتريتنا وبمعظم الأوقات أنه المؤسسة العسكرية لازم يولي لها الجندي أو حتى الضابط طاعة عمياء وبتشكل هي جوهر الخدمة العسكرية هيدا الفكرة أهلا بحضرتك تقلنا إذا مضبوطة أو لأ وطبعا المبدأ اللي كلنا منعرفه متعارف يعني عليه هو نفذ ثم معطرد فخبرني هيك قديش هالشي حقيقة وقديهو مضبوطة يعني هيدا مثل أكتر ما هو حقيقة بس بالفعل يعني بالحياة العسكرية الطاعة لازم تكون عمياء بس أوقات كتير أوقات كتير بيكون فيه يمكن أوامر ما بيحسها المرؤوسة من الرئيس إنه أوامر بتوصل لنتيجة منيحة يمكن هون يعطي رأيه بالموضوع أو كذا بس بترجع للقائد أو للضابط يلي عاطي الأمر يعني يمكن هو يراجع شوي تفكيره ويقول لأ يمكن هون أخطأت بهالأمر أو كذا أو معه حق ممكن كتير يعني بس إنه طاعة عمياء نفس ومعترض كبحالك يعني مبالغ فيه إلى حد ما هلا يمكن هاشي عم نحكي إنه ضمن أفراد بداء الرأي ولكن لما يكون على مستوى أعلى هل فينا نشوف اليوم مثلا الجيش ممثلا بقائد ويعترض على قرار سياسي مثلا هون لأ أكيد بتصور نحن الجيش مرتبط بالسلطة السياسية يلي هي آخر شيء رئيس جمهورية يلي هو بس ما بعتقد إنه إذا فيه سلطة سياسية هي إخذ الأرار إنه قائد الجيش ما بينفذ أمر السلطة السياسية نحن هيك هون بلبنان طب وعلى مستوى مثلا كتيبة صغيرة ترفض الامتثال لأرار معين كتيبة صغيرة أوي مرة من قائد الجيش لازم تنفذ شو ما كان كتيبة صغيرة غير قائد الجيش الكتيبة صغيرة بتاخد أمرها من قائد اللواء قائد اللواء بياخد أمر من قائد الجيش عم نحكي نحن عمستوى يعني جابب الظاهر شوية الوضع تشوف إنه هل فيه مطرح إذا كان فيه قرار يعني ممكن يتم معرضه بمعنى عدم التقييد فيه نهائيا لا ما في بالقوامر العسكرية مفروض الأمر يتنفذ نحن عم نحكي عن الأشياء الصغيرة يعني إذا حكيت إنه عسكري أو رئيب أو كذا عم نحن بس إنه بس تصير القصص على مستوى كبير وعا إيادات يعني مفروض أكيد مية بالمية القوامر لازم تتنفذ يعني حضرة العميد هل الطاعة هون هي تعتبر نوع من أنواع الأدب فينا التأديب بالأحرى لا تأديب يعني فكرة إنه مثلا التدريبات اللي بتقوموا فيها أول ما بتكونوا ضباط صغار وبتتعلموا هيكي يعني بتكون تدريبات قاسية ولازم إنه يعني العسكري أو الضابط الصغير بها الحربية إنه يمتسل لكل شي يطلب منه فهل الطاعة بعلموكم إياها وقتا إنه هي نوع من يعني نوع من أدب العسكري ما بفرض التعبير مضبوطة اللي عم بستعمل يعني بالعسكر ما في إنه الطاعة هي تنفيذ أوامر وقت اللي بنا نفوت على الحربية عادة وقت بفوتوا تلميذ على الحربية بيجربوا أكتر شي ممكن يضغطوا عليها لها التلميذ ويعطوه أوامر مكسفة وشوية عذاب وكذا ليشوفوا الدي ممكن يتحمل في ناس كتير بتنسحب من الدورة نحن بذكر الدورة طبعنا بقينا أكتر من شي 60 نهار يمكن ما شفنا أهلنا وكانت الدورة كتير قاسية يعني ما بعض إذا هلأتني يرأت إنه هاي دي معناتها إنه بيشوفوا قداش قدرة التحمل عند العسكري أو الضابط أول ما بيفوت حتى العسكري العادي بس يفوت ليعمل دورة دورة تنشية أو دورة أغرار أو شي كله عمستوي يعني بيحطوه بأهر نفسي وبمرء بكذا لا يشوفوا إذا لأنه العسكري بالنتيجة قوة احتمال قدرة احتمال وصبر يعني صحيح إذا كان بمعركة وما تحمل وكذا بياخد غراضه بفل هاي دي من ضمن الإشياء الضرورية بالحياة العسكرية بداية قبل ما نغوص بالموضوع اخترت أنا عنوان الالتزام العسكري وحرية الرأي والتعبير قديش شايف هالعنوان هو بحد ذاته متناقض مع بعضه أو ما بعرف إذا شايفه الالتزام العسكري وحرية التعبير أكيد فيه تناقض بالمية بالمية أكيد الالتزام التزام والحرية حرية بس يعني ما بدي يكون عم سبق على الموضوع لكن احنا تحت الهوى حكينا أنه يمكن هذا عدم التعبير عن الرأي ممكن يكون بس هون لبنان ولا كمان بدول أخرى بغير تعليمات الإيادي يعني ما في ما في واحد يعطي رأيه سياسيا أو كذا وأكيد يعني هذا موضوع مش وارد عنا بالمؤسسة العسكرية نعم نحنا حكينا هيك ببداية الحلقة عن قرار الجيش المرتبط بالقرار السياسي سلطة سياسية شو مخاطر استقلالية السلطة العسكرية وعدم اندراجة تحت أمر السلطة التنفيذية بلبنان تقلق شو السلطة السلطة التنفيذية أو القرار من السلطة التنفيذية غير العسكر إجمالا نحنا كعسكر أو كضباط نشوف المشكلة بمنظار والسياسي بيشوفها بمنظار تاني يعني بيشوفها هو مثل مبدو بيشوفها هو كيف لازم يحركها بيشوفها مع انه بيكون شايف المجتمع يلي هو بنتمي لأله السياسي بس أنا كعسكري بشوف انه علاجها المشكلة الحل ما في غيره انه ما في علاجها بطريقتين صحيح بقى هاوني بيصير فيه تضارب يعني بالفكر السياسي والفكر العسكري صحيح مع الأسف أنا اذا بترجع لقلي لازم العسكر يشتغل شغله والسياسيين يقعدوا عجنب وقد بيكون فيه أمر معين البلد مهدد في شيء استحقاق كتير مهم لازم العسكر هني اللي يشتغلوا عسكريا عم نحكي والسياسيين يقعدوا عجنب بالمقابل بالمقابل كمان العسكر مش لازم ياخد يتدخل بالقرارات السياسية كل واحد يعمل شغله يعني يعني حضرة العميد سمعناها كتير هلأ بالفترة الأخيرة خاصة بالأحداث اللي صارت بلبنان أكان بترابلوس أو بمناطق متعددة يعني عطول ترافق نشارات الأخبار أو ترافق الأحاديث اللي بتكون بين الناس أنه رجال السياسي ما عطيوا للجيش غطاء لحتى يضرب بإيد من حديد قديش غلط هالفكرة مزبوط حكينا عنها أنه غلط يعني مفروض الجيش يضرب بإيد من حديد كيف تقترحون يكون في فصل لهالعملين مع الأسف يعني الجيش يرى أنه مثلا هيدا المنطقة ضروري يتم التصرف فيها بهيدا الأسلوب صح بمطرح آخر من اللي السياسيين بفتشوا على زبريب معينة وعلى حلول تحايل على الوضع إذا في نسميه مزبوط فكيف مثلا بهيدا الحالة هيك بتقترح أنه يكون يكون التصرف يعني أنا ما فيه اقترح يعني هيدا هيك النظام عنا يعني بالأخير المرجع كلمة الفصل للسياسيين يعني بتكون بالقرار يعني رئيس الجمهورية هو يعني هلا عم تساب قوات بيكون رئيس جمهورية مارئ خائد جيش أو إنه بتصير القصة هون يعني بيكون عنده هالفكر شوي بالجيش وبالتصرف العسكري وكيف بس إذا رئيس جمهورية مدني مع احترامنا لرؤسي الجمهوريين يلي ما رأوا ما عنده الفكر العسكري المزبوط كيف لازم يعالج هالموضوع أو كذا أو غيره نعم بصير فيه تناقض بالقرار أنا برأيي كل شي بده حسم عسكري قائل الجيش هو يتصرف بدون يعني السياسيين ما يتعاطوا بالموضوع بس مع الأسف عنا بلبنان بنعرف يعني إنه فيه انتماءات وفيهون وفيه مراعاة وفيه كذا مش إنهايك ما بتصبط الأمور مع الأسف يعني 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 ياريت نقدر نوصل بنهار نشوف مثلا مش فيه أربع سلطات بلبنان يعني قضائية وتشريعية وتنفيذية وطبعا لو مش كتير معترف فيها ولكن الإعلام أيضا سلطة فياريت هكما نقدر نشوف قيادة الجيش أو حتى الجيش هي سلطة بحد ذاتها ياريت ياريت هايدي أمنيتنا نحن نسعد اليوم إذا بنا نجي نشوف الجندي اللي ممكن يكون جاية من بيئة مختلفة من دين معين كيف بيقدر الجندي في الجيش أو حتى الضابط أنه يتحلى بالموضوعية ببعض المواقف بشكل أنه ينفصل عن بيئته ينفصل عن عن دينه يمكن عن أقربائه هايدي أحلى ميزة عنا بالجيش صراحة يعني أنا عشت عشت 30 سنة بحكي عن مستوى نحن كدبات يعني ما بنعرف أبدا كنا ولا مفكر أنا على مستويه الشخصي ما بفكر إنه هيدا شو دين وهيدا عن جد في يقلك لهلأ في ضباط كانوا معي بدورتي ما بعرف شو طيفته بحكيه بكل صدق يعني اسمه بيكون نص على نص وما بعرف وما سألته ولا بدي أعرف لحد لا ما نعرف نحن هايك قليل اللي تلاقي إنه ما يعني العسكري بس يفوت إن كان عسكري أو ضابط خلص بصير كل كل تركيزه ع إنه نحن عنا هالمؤسسة هاي المؤسسة الأم والبي لإلنا ومننسى هلأ يمكن في ناش بيتأثروا إلى حد ما ببيقتهم بحيهم بمحيطهم أو كذا بس لالة كتير يعني طيب حضرت العميلة اللي عم نحكي نحن على أيضا يعني مستوى أفراد وعطيتنا مثلا عن حضرتك كيف بتفكر بهذا المواضيع ولكن الجيش ببعض الأماكن وقف على مفترك طرق يمكن كقيادات فكروا بخطوات معينة ما جرقوا يغدوها ما بعرف إذا صحيح طبعا فيك تصلح لمعلوماتي يعني أيضا بأحداث صارت معينة بلبنان وكان فيه مجموعات متطرفة وكانت محاصرة بمكان معين وما قدروا يغدو القرار خوفة من أنه يصير فينا عارات طائفية بقلب الجيش يمكن يمكن القرارات ما اتخذت لأنه لنالك رجعنا للسياسيين يمكن يكون ما بعرف إذا سياسيين هني اللي كانوا عم بقرروا عن الجيش مش هناك عم نقول نحنا أنه وقت بيكون فيه حسم وقت فيه لازم يكون فيه حسم مش لازم واحد يتطلع شو بيقله فلان أو يسمع فلان يعني السياسي بيبقى متابعة المعركة مثلا حتى بقلب المعركة لا لا عم بحكي أنه السلطة السياسية يعني اللي هي إلى الأمرى على قائد الجيش يعني يكون في ممنوعات بالخط العريض مثلا متعارفة عليها بتجربوا تتحيدوا أخذ هذا القرار لحتى ما توصلوا لنتيجة أكيد أكيد يعني يعني عادة هون الحكمة القائد هي اللي بتعطي النتيجة الصحة هلأ في أوقات يمكن يكون يصير فيه أو أهمال أو أخطاء أو أنه لازم هاك يصير مش هاك يعني ما حدا معصوم من الخطأ بالنتيجة طبعا بسيرة الريتية اللي ريتا عن حضرتك خدمت بمناطق متعددة وأيضا كان فيها يعني طواقف متعددة فكيف كانت يعني ردت فعل الناس إذا فينا نقول تجاهكم خصوصي لو بيعرفوا مثلا أنه هالضابط ممكن يكون من ملة أو من طائفة ما بتشغل طائفتهم بشكل عام يعني ما في أعطي إلا عن جد النظرة الحلوة عن الناس وقت المنكون متواجدين مثلا بأي منطقة في طرد بترابلوس أو بصيدة أو بصور يعني ما في إلا بتلاقي الناس يعني عندهم عطف على الجيش أنا خدمت بصور يعني وصارت معي مرة كبيرة حج هيك وكذا ممكن ما بتعرفني أنا مين وولا بتفكر إنه لأنه يمكن قد منحنا الجيش متعاطفين مع بعضنا هني العالم بصيروا يحبوا بعضهم يحبونا يعني بالنتيجة تقول لي يا ابني يا حبيبي شو بدك لعملك لا تاكل كذا كنا بمحل معين يعني بتحس إنه في عطف كتير على العسكر أو على الضابط من الناس المدنية ولازم لازم لازم لأنه بالنتيجة الناس إذا ما حبت الجيش يعني ما عاد فيه بلد يعني إذا ما فيه جيش ما فيه بلد هاي كلهم يعرفوا بعد فيه هالجيش هو يعني مقرب الناس لبعضهم منشوف برا كيف عم بيخبطوا بعضهم يعني مع الأسر يعني حتى فيه صورة مع لها حضرة العميد بلد هيك أرجع شوية للماضي يعني لو كان بمطرح معين نتفي مؤلم ولكن إذا طلعنا بصورة نهر البارد لما صارت الأحداث الناس كانت ردات فعلة لما حسم المعركة وانتهاء بتعاطف كتير كبير مع الجيش وبتهليل يعني وحتى فيه صور ما بننساها لما حذاء العسكر يرفع وكأنه يرفع علم يعني نسبة للتضحيات اللي صارت نرجع نلاقي إنه به هالمنطقة مثلا أو مع طائفة معينة نقلبة المعادلة لا مش يعني وصار الجيش يعني بموقع اللي مش معنا مش منصفنا ما بيساندنا بيساند الطرف الآخر يعني هل ممكن الإنسان تتغير مشاعره تجاه جيش وطنه لك أنا بقلك شغلة من بعد حرب نهر البارد حقيقة إنه صار في مثل نشوة النصر كل الناس رحبت وهللت وكذا هايدي نتيجة شو نتيجة الضغط يلي كان على العسكر وعى الضباط بنهر البارد والشهداء كمية الشهداء اللي راحت صار في عطف طعاطف كتير كبير مع الجيش وما بعتقد هلأ ما بعتقد هلأ إنه الناس غيرت رأيه أو غيرت نزرط بالعكس نحنا في ناس بعدني لهلأ أنا بزورهم بالمحيط نهر البارد يعني ومن الطائفة السنية الكريمة يعني الناس عن جد كتير كتير كانوا متعاطفين مع الجيش ولم يزلوا الله يعني عن جد الله بيشهد قداش بيحبوا الجيش وكذا أنت يمكن عم تعني عن هالموضوع بس أنا ولا مرة حسيت إنه هؤلنا ناس غيروا إنه كانوا يحبوا الجيش وهلأ بالعكس يعني بعدهم بيحبوا الجيش والجيش بيحطوا عراسهم يعني بعدنا من روح ومنزورهم ومنضلنا أصحابهم ما في ما في أي مشكلة يعني أنا هلأ صرت مدني يعني صرت حر نوعا ما يعني أكتر شي بزورهم لقلهم يعني إن شاء الله الرؤية السياسية بتختلف عادة عن الرؤية العسكرية وصبقوا ذكرنا هام شوي أي مطب ممكن قيادة الجيش إنها تتصرف خلص يعني تعلم حالة طوارئ وبعيدا عن أي تدخل سياسي وحتى ممكن تعارض وهل حصلت بلبنان لا ما حصلت ما بعتقل يعني صار عنا شي مثلا بيشبه اللي صار بمصر ولا هيدا بس صار بيعتبر هون ما أنت عايش الموثوع هيدا ما صارت ولا ما بعتقد إنها بتصير يعني بلبنان نحن نظامنا معروف شو هو ما بعتقد لحده طيب اليوم جرت مصالحات سياسية على المستوى اللبناني بعد بلشنا سياسي رجل فينا لحد اللبناني 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 واجب علي أن تقدم اعتذارات لها الجيش أنا برأي بلا كمافروض كمافروض يعتذروا سلف وكمافروض اللقاء اللي صار يصير بغير بغير طريقة ويكونوا الناس مرتاحين ومتقبلين هالشي في بعض الناس ما تقبلوا في ناس باي شهيد أو ام شهيد أو كذا أنه عم بيمسلوا علينا حكوا يعني في ناس عم يحكوا هيك عم بقول بس أنا أنا بقول أنه هايدي فيها خير مش أنه عاطلي وأنا بتمنى أنه تتعمم على كل المناطق اللبنانية وكل التواقف والمذاهب لنخلص من الدوامة يلي نحنا عايشين فيها يعني مش عاطلي القصة بس أنا أنا زعلت كتير وقت اللي بسمع أحد باي شهيد يعني يعني بيقلي طيب أنا ابني ميت وهلأ اتصالحوا أنه شغلي بتأثر مظبوط صح وصارت يعني وغيره وغيراته يعني بس مش معناتها أنه نحنا لازم نضل بعيد عام بغض يعني لازم نقرب عبادنا مش عم نحكي المسيحيين مع بعضهم والسن مع بعضهم ونقرب كلنا سوا كطواقف عبادنا لنخلص البلد بالنتيجة إن شاء الله يعني هذه أمني ما بعرض لتحق إن شاء الله اليوم الجندي يفصل عن حقوقه المدنية زي فيني قول مثل الانتخاب أو التصويت أو شو رأيك بداية بهذا الموضوع هل لازم هيك تجرى الأمور ولا لازم يكون عنده حرية التعبير عن رأيه على الأقل برؤية الشخص اللي بدو يكون حيكمه يعني نحنا لاجي بقلك لأنه عنا تواقف كثيرة ومتعددة تواقف بلبنان ما في يعني أنا برأي إنه بيفلط الملأ إذا كل عسكري مثلا إذا بدون يسمحوا العسكري يروح ينتخب إلا ما يصير فيه الأخبطات هو موجود هو رفقاته وبدو يحكي هو رفقاته وإنت بالنميم رأيك تنتخب يمكن توصل القصة لنفور بين بعضهم أنا برأيي مثل ما هي هاك أحسن بكثير يعني والعسكري مش لازم ياخد مجال وقت بيكون بالمؤسسة إنه يفوت بموضيع زواريب سياسة أو بلدية أو وهذا الشيالو ينطبئ فقط على لبنان لا لمكن بغير بلدين الجيش إله حق ينتخب في بعض البلدين الجيش بينتخب يعني يعني بس المشكلة عنها لأنه بتكون محسورة بيكون في طائفة أو طائفتين بها البلاء إنه يعني ما إنه بس نحنا بتصور إنه بتعمل بانيك إلى حد ما نعم برأيك حضرة العميد بالأوطان العربية عادة مفهوم الديمقراطية ومفهوم الحرية مشوه يعني فينى أوصلها بالسؤال اللي قبله إنه عدم حرية الرأي والتعبير يعني هو بيرجع لنفس سبب الخوف من إنه يصير في انقلاب أو يصير في تفكك داخل أوساط الجيش يعني عدم حرية الرأي والتعبير عند العسكر يعني نعم يعني العسكر بالأخير ما بينفصل عن بيت وإنه عمكة عن هيدا هوني الانضباط العسكري الانضباط يلي عند العسكري هو يلي بيخلي الأمور الضلة سليمة وما بيخلي العسكري أو الضابط يفكر يروح لبعيد إنه يعمل إشياء يعني خارجي عن الشي النطاق يلي هو محدود فيه يعني أفضل الانضباط كتير كتير مهم بالمؤسسة العسكرية حسنا هلأ بدنا نقوى شوية دوز نقوى بداية هل بتوافقني إنه في محاولات لأضعاف الجيش وتهميشه؟ ما بعتقد أنا وما بصدق إنه من الداخل إنه يكون فيه من الداخل أو من الخارج من الخارج أكيد أكيد إسرائيل ولا ممكن تقبل إنه الجيشنا يكون قوي مع إنه أنا بقلك عنا ضباط من أشرف الضباط وأشتر الضباط عم بيتيبعوا دورات بأمريكا وبفرنسا وبكل دول العالم وعم بيكونوا مميزين والأول نعم شو بتفسري إنه إذا ضابط عنده هالكفاءة وبيبين بأكبر دول العالم وما معه سلاح يلي المناسب ليستعملوا ليشتغل فيه إذا فيه أي طارق يعني ما بينسبهم أبدا ما حدا بينسبه برّة لبنان مش ما نقول حدا بلبنان لا سمح الله ما حدا بينسبه أبدا إنه يكون جيشنا قوي لأنه بيعرفوا شو كفاءة العسكري والجند اللبنان حلو يعني أنا بفتخر وبيعتاز وقت اللي بتسمعي إنه الأمريكان بيعتوا تنويه وشهادة بعناصر فوج المغوير بيقولوا إنه هاودي من أحسن من أحسن ناس بيشتغلوا كعسكر وكذا إنه هيدا شي بيرفع الراس يعني نحن لبنان بلد صغير يعني وأثبت أثبت الجيش اللبناني والأفواج الخاصة بنوع خاص إنه كانوا عقدة وبكل المعاركة اللي مرأنا فيها وأنا برفع راسي فيهم وأنا كنت منهم يعني وبقول إنه الله يخلي لنا هالعسكر يلي هن بعدون الأمل لإلنا بكل صراحة صحيح حضرت العميدو أصلاً نحن ما بننسى أنه لبنان يعني أكل كتير هالزيت ولكن بعدو هالجيش الحمد لله رغم كل شي متماسك يعني ما قدروا يضربوا يمكن الجوهر ولا بيقدروا أنا أنا بطمك ولا بيقدروا لأنه إن شاء الله الحمد لله إنه نحن إذا ما نضلينا متماسكين كلنا إيد وحدي وقلب واحد لبنان إلى الزوال يعني ما في غير المؤسسة بعد مهداي البلد طيب أنا رح كف بالسؤال في عنا نوع من التهميش للجيش بعد ما خلص لا لا بعد ما بلش في عنا تهميش وفي عنا أضعاف مفتعة ضد الجيش اللبناني ما رح أحكي إذا داخلي أو خارجي ولكن رغم كل هالشي هالمؤسسة بقت متماسكة وأيضاً صدرت بأكتر من مرة رؤساء الجمهورية وكان هايدي المؤسسة عم بتقدم الحل الأمثل إذا بدك لعدم الوقوع بالفراغ اللي نحنا اليوم حالياً وعين فيه بداية هل بتأيد هالتصرف أنه من المؤسسة العسكرية يطلع رئيس الجمهورية رح جاوب بكل صراحة حلا أنا برأيي أنا برأيي صراحة أنه لازم ينعمل إنون أو ينعمل شي أنه قائد الجيش قائد جيش قائد الجيش قائد جيش رئيس الجمهورية رئيس جمهورية يعني إذا قائد الجيش عنده إمكانية أنه يعمل رئيس جمهورية وبيفكر شوي لقدام أنا بغض النظر مع احترامي لكل الإيادات اللي مرأوا ولقائد الجيش اللي بيحترموا كتيره إذا واحد راسه عم يشتغل عسكر ونص راسه سياسي أو ما بيطلع ما منوصل لنتيجة قائد الجيش يهتم بالجيش ويكون عراس الجيش إذا طلع من الجيش وصار مدني نفكر يعمل رئيس جمهورية أو إنه ليش لأه بس مش لازم نخلي قائد الجيش عنده هاجس إنه فكر يمكن إنه يوصل يعمل رئيس جمهورية بغض النظر وما بعني حدا لأنه قائد الجيش بس يكون عم يشتغل عسكر وبيله بغير شي ما بيعود شغله بالعسكر مضبوط لازم كل واحد يشتغل شغله أنا ضد إنه قائد الجيش مع احترام اللي مرأوا للي مرأوا لرؤسينا ونحترمون مش معناتها هالشغل مواجهة ضده أبدا يعني هيدا موضوع أنا رأيي الشخصي إنه قائد الجيش قائد جيش خلص رئيس جمهورية مش ضروري يمكن بعد ما يخلص يطلع التقاعد ممكن هو يعمل رئيس جمهورية ليش لا بصفته المدنية مئة بالمئة صار مدنة أنا في أعمل رئيس جمهورية هلا إذا بدي يلا أنا من تخبر هل برأيك اليوم حضرة العميد إنه منصب الرئاسة اللي رح سميها مفلسة الصلاحيات بمقدورة إنه ندمر تاريخ أشخاص كانوا سابقا بمراكزهم بالجيش يعني قادة لا ما بعتقد لأنه شغل بالجيش بالعسكر شغل العسكر يعني ورئيسة الجمهورية غير وضع هوني عم نخلط السياسة بالعسكر يعني بالعسكر مفرود القائد يكون عنده صلاحيات معينة وبالسياسة رئيس جمهورية عنده صلاحيات معينة لو محجمي يعني ما بعتقد إنه بتدمر شي تاريخ ل طب بلا ما نسمي أنا رح شوي هيك أحكي ندفع عن الماضي بدون ما نذكر أسمي في قادة للجيش طلعوا رؤساء للجمهورية وكانوا كقادة الجيش عندهم تاريخ وحين وصولوا نتهلل لهم وبالفترات الأخيرة وقبل تنحيهم عن رئيسة الجمهورية كان في نوع من يعني خلص كأنه الشعب بده الصرف ويفلوا يعني هيدا الشي هون ما بيكون هالتاريخ الجميل كقائد للجيش وصلت كرسي رئاسي إنه لغيتها المحبة إذا بدي أقول خلينا أقول المحبة اللي كان هالشعب بيحملها لها القائد مش هم ما نسمي كمان أكيد ما نسمي في ناس تهللهم بالمجي وتهللهم بالفلي كمان تهللهم فرحاً اه لا ما يعني صراحة يعني سؤالك كتير دقيق أنا أنا اللي بقوله إنه بالمرحلة اللي كانوا فيها بالعسكر اشتغلوا شغلون طبعاً ووقت اللي كانوا بمرحلة الرئاسي كمان عملوا شغلون كل واحد ضمن إمكانياته المحددة بالبوست اللي هو فيه إن كان عسكري أو مدني نعم طب شو رأيك نطلع مع المشاهدين ببريك أصير ونرجع منتابع حلقتنا مؤسسة العسكرية أول شي هي أكيد كتير عزيمة لأنه ما في غيرها عم بيحملنا بلدنا والتاني شي إذا بديك ترجع للمزبوط يعني إنه بهيك وضع وبهيك بلد ما في غيرها لح تحمينه ما قلنا غيرهم لوم هني كنا بغير حالي تجراسنا أول شي أحلى شيء للبلد بعضه هو الجيش مؤسسة العسكرية هي عصب البلاد مؤسسة العسكرية فيك تكشي علىها مؤسسة العسكرية حامية للبلد كله نحنا كتير بنحب الجيش ويراد بيسلموا قيارة للبلد للجيش كنا بنرتاح وكل العالمين بيرتاحوا يعني هني أشرح ناس على الهرب الجيش هني نحامي البلد ولازم ضل نقدر لهم نطعبهم لأنه بلد الجيش ما في وطن بتقدر التضحيات اللي عم يعملوها أكيد بقدرهم لأنه إنه إذا بكترجع للمزبوط تطلع فيهم إنه حرام عم بيوقفوا تحت الشمس وتحت الشتاء وتحت البرد كرمال يدافعوا عنه طبيعي ما في إنسان وطني ما بيقدر تضحيات الجيش الليبناني طبيعي يعني؟ عم يدفع طمع بكل شي الجيش بكل شي العسكري عميك له بس في البلد أكيد بقدر تضحيات الجيش وكتير عم بيطعبوا كرمال الوطن وهذا وإلا يعطيهم ألف عرف فيه إيه أكيد أكيد من كل بنت يعني لو منهم ما في شعب ما في بلد ما في أرض ما في وطن ما في شي هي الحامية يعني يخي هي وجباتهم بس طبعا من قدرك طبعا بس العسكري ما فينش نحكي شي عنا كتير من قدرت تضحياتها لك أكيد بلا مؤسسة عسكريين ما ما في بلد أكيد لو ما الجيش كنا بخبر كان أكيد الجيش بضحي بكل حياته أكيد دماته عكفه يعني ولو ما الجيش ما في وطن برأيك الالتزام العسكري عم يكمع أنه حريعة الرأي عند العسكري يعني ما بخليه لأنه ملتزم عسكريا ما بخليه عبر عن رأيه على هي للمزبوط أنه ما يكون عنده رأي فردة ما يصير في مشاكل تنقصم العسكرية بس أنه أنه هو هيك لازم يكونوا بقى بالعكس ما أجب أنه هي ضمن الأنون طبولون طبيعيا أكيد لا معنهم هني معنهم بس هون معنهم لازم بلبنان ما في شي هون ما عندهم حرية أنه كلهم على رأسهم في حدا يعني هيك أكيد عم بعبر عن رأيه هلا هي السياسة ممنوعة بالجيش وبالواسسة العسكرية كسياسة واحد يحكي سياسة ممنوعة هاي كل شيء اللهم يعطوا رأيهم فيه ما هو دي بالنتيجة شعب من هالشعب يعني كل واحد عنده رأيه وعنده أعطي أراءه وهو بس هني ممنوع السياسة على يوم هاي دائماً عندنا الجبلات الدموقراطية هاكي العسكر تبعين للسياسة وعندنا بلبنان إذا ما عندك سياسة بدالك مطرحك حتى ما بترقش أكيد ما بيخلوني عبروا عن رأيه ما بيخلوني يتصرفوا بصراحة ويحكوا اللي هني بالدنيا العسكري أصلاً جندي مأمور نفسهم معترض حرية؟ إذا نحن نحن شعب وقفت معهم كون أخذوا لحريةهم عرفت كيف؟ منهم لحالهم كيف بديوا ياخد حرية؟ ما بيدي هلا أكيد إني مجبورين وملتزمين بالأوامر لو ما في أوامر للجيش يعني كان الجيش بيعرف كيف يمشي ما عنده حرية رأيه ما عم يخلوه يشتغل الجيش هني هني ما عم يخلوه يشتغلوا على الأرض يكون أقوى أقوى من هكي يكون ما عم يخلوه في غاطة سياسية على العالم كلها ما بيخلوه الجيش يقرب أو بيخلوه طالة بعيد بعيد ويا كلها هو بعيد عم يكلها انفجارات وهاك وكذا بس هو تاج راسنا بقولك ياه هو يأنضف شي بالبلد بعضه الجيش اللبناني عودة للكم مشاهدينا ولمتابعة حلقتنا اليوم اللي بتحمل عنوان الالتزام العسكري وحرية التعبير وضيفنا اليوم العميد فارس الخوري يعني هو خير المتقاعد هو خير دليل على الالتزام يعني كلنا عم نشوف الدقة بالأجوبة والاقتضاب يعني معروف العسكري ايه ايه لا لا حضرة العميد بدك تسمح لي بهيدا التعبير اليوم ولكن صرنا بنسمع من ما علي بدي ارجع كرر اعتذاري من اللي بيسوى ومن اللي ما بيسوى بينطقد الجيش اللبناني يا أما بيتهمو بالتقصير يا أما بالتحيوز بالتسرع بردات الفعل بإلقاء القبض على أشخاص مثلا طرح تقسميهم كمتورتين بأحداث أهلية لنفترد وإلى آخره وين هو الجيش من الرد على هؤلاء وعلى إداناتهم أنا برأيي الجيش الايادة ما بترد عمينما كان ومش مينما كان حكي كلمة ايادة الجيش بترد علي يعني وبالنتيجة الجيش عم يعمل وجباته كاملة أهههههه الناس عندها غيات انه تفخت بالجيش وتحكي عن تقصير وكذا بس انا برأيي انه الجيش عم يشتغل شغله عم يعمل واش بيته وينما كان وبأي جبهة وبأي محل بس في عنديك ناس عطول بتحب تصطاد بالماء العاكر يعني مع الاسف الجيش ضمن امكانياته ضمن الحدود طبعه عم يشتغل ومعام بيأثر ابدا ولكن حضرة العميد يعني نحن نعرف ايضا انه في اصحاب نفوس ضعيفة يعني ممكن تكون هاي دي الاقاويل عثرة الالافة ليش ما بيعتمد الجيش مثلا اسلوب برد متل ما السياسي بيردوا عبعدهم ولكن لازم تبقى يعني صورته واضحة يعني حتى بابسط الامور اللي اللي بتصير يعني بيطلع بيان بتلاقيه مبهم ما كتير فهمينين تفاصيل ما كتير هيك بيكون في كترة اقاويل حواليه ولكن ما اخدنا جواب كتير شي فيك نعم في اوقات في اوقات الجيش بيرد يعني نعم مش معناتها انه ما بيرد بس انا اللي عم بقوله انه مش كل شغلة بتطلع من مطلق شخص ان كان سياسي او غيره او كذا الجيش بيرد عليا او بصير فيه اخدوا عطوا قالوا قلتوا ما بعتقد انه مستوى الجيش اعلى من هايك بكتير القيادة بتكون حكيمة وبتعرف انه اللي في لزوم بترد عليه بترد عليه واللي ما في لزوم ما بترد عليه لانه هذا هون عنوان الالتزام والانضباط يعني بس مش معناتها انه حدا يجي يهمش الجيش او شي يعني مفروض كمان كل واحد انه بيشتغل او بيحكي عالجيش او بيجيب سيرة الجيش بسوق لسامح الله او كذا مفروض وما بتأثر الايادة تعرف كيف بتحجم كل شخص بمس فيها يعني لسامح الله لانه هاي المؤسسة هي امنة وبينة وهي لبنان بالنتيجة مش لازم حدا يكب وردة عالجيش هل فينا نقول يعني الجيش يمهل ولا يهمل فينا نشوفها هالصورة بيوم من الايام اه لازم ليش تعرف اكيد اكيد ان شاء الله واصلين لا ان شاء الله ان شاء الله اليوم كما بنعرف وكما في السابق ما قدر لبناني يتخلص من الاحزاب المسلحة اذا فينا نقول وكل زمن كان له ظروفه ولكن هل فينا نعتبر انه الاحزاب المسلحة كبلت امر الجيش او اضعفت هيبته حتى ولو بمكان معين كانت عم تلعب الدور المساعد له قوية هاي كتير اه اه انا حضرة العميد اذا كل واحدة بك تقلي قوية لا 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 سؤال سؤال حلو سؤال حلو انا فيه جاوب انه اه الجيش باي موقع كان عم يعمل واش بيته هلأ اذا فيه اشيه اه جانبية او اذا اه كان فيه اه حزب معين او فئة معينة تقاف مع الجيش ب ب ب ب ب ب ب ب ب مصير وطن كمساندي كمساندي طبعا هلأ فيه ناس بتقول لا انه بكون وصل الموس لدقنا يعني ولأ ما تشيل الموس عندقني يعني هايدي انا اه هوني غلط نحنا لازم كلنا نتساعد مش بس الاحزاب مش بس الحزب وقتل بكون فيه مصير وطن لازم كل واحد يحمل اسلاح ويمشى حد الجيش انا هيك بقول يمكن غير يقول لا اسلاح هذا مش شرعي والجيش وكذا ما يا اخي سلحوا للجيش وكفي للجيش وجبلوا عتاد للجيش وما بيعود عادوا ببيوتكم وارطيحوا انتم بس اذا ما فيه سلاح واجه حدا لا يساعدنا وهو معني بالموضوع مثلنا ليش بنا نقول له لا وما تدخل وننتقدوا او كذا لا سمح الله ما هاودي الناس اللي عم نحكي عنهم ما وقفتهم حد الجيش وقفة عز وكرامي مش عم بيتقدموا عالجيش يعني عم بيضلوا انه نحنا سند للجيش بمحلاته معينة بس مش بكل الاوقات اكيد اليوم حضرت العميد حضرتك عم تشرح لهاشي يوم بتفسر ليه ولكن المجتمعات الدولية الاخرى او خلينا نحكي عن البلدان تنتقدها الشيء تنتقد هذا الشيء فكيف الجيش ايضا يظهر صورته قدام هالمجتمع الدولي هاودي اللي عم تحكي عنهم ما عندهم اسرائيل حدهم ما عندهم شيء اسمه عدو اسرائيلي ميمكن عندهم ياهم نحنا طيب انا بدي اسأل سؤال تنحكي بالعربي المشبرح لو ما هاودي الناس كانت اسرائيل بعدها بجنوب مين اللي شال اسرائيلي بجنوب بابدك تشوف حضرت العميد اذا الكل موافق على هذا الطرح انا موافق عليه هلا نحنا وقاعدين هون بتلاقي يمكن انا وياكوا نوافق على هذا الطرح كون في مهندس الصوت والمصورين ويمكن اللي عم بمنتج بكرة ما يكون موافق عليك يصطفل اذا بدو يشيل الكاميرا خور بس انو انو نحنا عم نحكي منطق يعني انو لو ما هاودي الناس كنا بعنا يمكن اسرائيل عم تلعب فينا هاودي لازم يكونوا هن البعبع لا اسرائيل وهودي هن فعلا فعلا هن البعبع لانو اسرائيل هي بده تهيمن على لبنان وبده لبنان وبده المنطقة كلها سوا ومش هناك ما عمش يجينا طلقت زخيرة من بره مع الاسف وين اني ثلاثة مليار دولار يلي بدون نسلحوا الجيش فيهم مش عم نحكي وين اني لاش ما سلحوا الجيش لحد هلا بالرغم من المتابع على الموضوع وانو ليش مسارد معروفة يعني ما نحنا اذا كنا ضعاف بدون يكلونا مش لازم نكون ضعاف لازم نقوي حالنا بحالنا ولازم نحنا نكون كلنا كل واحد يحمل اسلحة الجيش وقت فيه لزوم اذا ما في لزوم شو بدك اكتر من هيك اذا بدك تعطينا اكتر من هيك ما عندي مشكلة لا بس اكتر من هيك ما فيه واضحة القصة يعني نحنا بس يعني حكيت فيها تحت الهواء مع حاضرتك انه بس نكون مرات بسفريات معينة بين اصدقائنا بدول اخرى خليني ضيق شوية اكتر بدول عربية دايما بيتساءلوا عن هذا الوضع بنحس حالنا بمطرح معايا انتك ان واحد عم بخلي التاني يصدق حقيقا انه لا انا جيش قوي انا جيش قادر يدافع بس هني عطول سامعين انه فيه دايما شي من برا فيه احزاب مصلح يمكن عندهم ما بيشوفوه كتير اه فيه عم تقولي انت كنتي بدول عربية سميلي ايا دولة مصلا يعني هلا عم تعمل مقابلة لا معلاش لا بس تقلك تقلك تجاوبك على سؤالك مصر اصدقائنا بمصر كتير بيتساءلوا عن وضع الجيش اللبناني وبيسألوا انه كيف بيكون جيش قوي وبنفس الوقت فيه احزاب مسلحة فيه احد اخر يمتلك سلاح غير الجيش على انه ممكن يمتلكوا هونيك عصاعد عصابات تجار وضعهم بمصر مش متل وضعنا نحنا بلبنان يعني نعم بيتغير وضعنا عن وضعهم يعني يمكن انه ما بيهمهم ما بتهمهم اسرائيل نحنا بهمنا اسرائيل لانه العدو الاكبر للبنان يمكن انه منا عدو معهم ما بعرف يمكن ما بيخافوا منهم يمكن عندهم اسلاح كافي الجيش المصري انه يدفعوا عن حالهم انه ليش نحنا اذا بنا نتساعد مع بعضنا تنحمي هالبلد ويضل البلد لكل اللبنانيين ولكل التواقف وهال ميزة طبعنا يعني وهال بتقوي العاش المشترك انه ليش نحنا بنا ننتقد انه اذا واحد ابداي وننتقده وابداي انه عم بيدفع عنا خيلاي بنا مش لازم ابدا اليوم على الصعيد الشخصي حضرة العميد كيف بفكر العميد خوري بالمعارك العسكرية اللي خاضة واللي دفعته احيانا فداءا عن الوطن انه يحمل اسلاح بوجه الاخر طبعا الاخر اللي اسمه العدو ما عم بحكي عن الاخر ولكن الاخر العدو هو انسان ايضا فكيف بيفكر الجندي او الضابط وخاصة ترى اسمح لنفسي هون حدد المسيحي بما انه يعني بدي اسأل بهذا الاطار انه نحنا في عنا المسيحية تحرم القتل البتاتان يعني فكيف هال الجندي او الضابط بعد ما يتقاعر كيف بيفكر بهذا الموضوع اذا هو شخص ممارس لمسيحيته كيف بيفكر بعد ما يتقاعد او قبل قبل ما يتقاعد يعني مبعد تقدر تعطيني الجواب نحنا كنا حكينا عن انه يشبر يفصل حاله عن كل المشاعر تيكون ملتزم بهالمؤسسة العسكرية ولكن يوم اللي بيتقاعد وبينظر لنفسه بالمرأة فقط كإنسان عادة واذا كان انسان مسيحي ممارس لمسيحيته كيف بيفكر بهذا الموضوع بس المسيحية بتحرم القتل أعلمي لا انا ما عم بحكي عن الطواقف الاخرى هلا انه اذا بدنا نجي نفوت بهالموضوع يعني بلا الجيش من ضب غراب بالنتيجة انه هايدي شغلة وقت فيه حرب حرب وقت فيه سلم سلم الحرب يعني بده الزابط والعسكري يلتزم بقوامر الايادة لو اضطر يمكن انه يقتل اقرب الناس اللي اقلو يعني الوظيفة لازم واحد يكون امين عليها وبالاخص موضوع الحرب يعني هلا اذا كنت انا مدني يعني كيف بتطلع لشخص اذا بدي قتله او قوسه او كذا يعني صرت مغايرة القصة يعني بس صرت مدني يمكن شوي بيرع واحد لضميره مش معنات انه كنا بلا ضمير وقتل كنا بالجيش ولكن كنتوا تحت امر القاعد اكيد اكيد انه ما يعني ما فيه هلا في بعض الناس كانوا بالجيش بس كانوا ما يحملوا سلاح عقيدتهم ما بيحملوا سلاح كانوا يضلوا يحطهم اليادي عجنب يعني طيب بعد التقاعد هل بتراجع كيك صور الماضي من الحروب خاصة ايه عجد انا هلا كل ما بمرق باي حاجز او اي عسكري بشوف واقفة عالطريق او اي مشهد بيذكرني وبرجع كتير هكي لحنين وانا هلا اذا بتخيريني اذا لا سمح الله بيخيروني صار شي بالبلد وبيقولولي رجاع حمال السلاح وبرجع بقاف مع رفقاتي ومع الدباط الموجودين والحمد الله نحنا عملنا شغل بالجيش كل شخص او بيترك بسمة بهالمؤسسة منيحة او بيترك بسمة عاطلة لا سمح الله يعني والكل يشتغلوا وكل واحد بيستاهل يعني الناس بتتذكروا ان كان بالمجتمع العسكري او المجتمع المدني عقد ما هو شاغل يعني بالنتيجة على كل ان صيرتك حضرة العميد خير دليل يعني مين الشخصية اللي عم نقابله اليوم اللي هي يعني هيك غنية جدا بالبطولات وبالتنويهات وايضا بالفكر وبحب الوطن ما في شك هيك بالختام بتاسألك نحنا كلبنانيين بمناسبات وطنية كتير نتغنى بلبنان وبحبنا للجيش وإلى آخره اليوم اذا انا بدي اسأل العميد خوري يوصف لوطنية اللبنانيين واداءهم شو بقول عنهم اللبنانيين بشكل عام ما في لبناني ما بيحب الجيش ولا ممكن ولا بقدر صدق انه لانه بعد التجربات او التجاربية اللي مرأنا فيها صار يشعر اللبناني الكبير والصغير والختيار والمرأ والصبيه كلهم صاروا يشعروا انه السند الأساسي لهالبلد هو الجيش مشاناك يعني اكيد بأي مناسبة بيحبوهن يهللوا وبتحسيهم انه بكل شوء وبكل اندفاع بحبوه يكرموا الجيش ويكرموا العسكري وبالاخصي اللي عندهم ولادهم بهالمؤسسة او قريبهم او كذا هيدا شي نحنا بنفتخر فيه وبتصور قد ما نحنا عم نعطي لهالوطن الناس بتعطينا بالنتيجة ان شاء الله هيك رسالة اخيرة بتحب توجهها للشباب اللبناني حضرة العمين بما انه نحنا نور الشباب هون عراسي وعيني اول شي بدي قللون يدل مرسخ بزهنن لهالشباب حب الوطن من خلال مؤسسة الجيش وقدما فيون يحافظوا ع وطنيتهم من خلال هالمؤسسة ويشوفوا حالهم بجيشهم لانه بالنتيجة الجيش هو خشبة الخلاص ما رح نحنا نخلص ونخلص اذا ما كان الجيش متماسك ويطلبوا وقدما فيون يسعوا لحتال هالجيش يصير عنده سلاح كافي لحتال هو يدافع ويكون هو الوحيد يلي عم بيدافع عن ارض الوطن ان شاء الله حضرة العميد انا بدي اشكر وجودك معنا ومشاركتك بها الحلقة ونحنا نتمنى لك هيك ايامي تكون مليانة بالسعادة والسلام بعد خدمة طويلة قدمت فيها يمكن كان بكل لحظة حامل حياتك ودمك فداء عن هالوطن فنحنا نيابة عن الشعب اللبناني وعن يعني الشكر اللي بوجهلك اليوم عم موجهه لكل ضباطنا بالجيش اللبناني ولكل جندي بالجيش اللبناني ايضا لكل تضحياتهم ورجع بكرر شكرا لك لحضورك ولمشاركة بهالحلقة شكرا الله خليك مرسي اذا مشاهدينا نحنا بهالطريقة نكون وصلنا لختم حلقتنا اليوم اللي حملت عنوان الالتزام العسكري وحرية التعبير اللي استضفنا فيها العميد المتقاعد فارس الخوري اللي اعطانا من معلوماته واغنى حلقتنا على امل انه يكون فينا كلنا حب الوطن لو كانوا صغير ينموا ويكبر ولو كانوا كبير يكبر بالزايد انا بحب ودعكم وملتقانوا ان شاء الله بالحلقة الجاية والله معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة